الوقت مشاهدين معد موجز الأخبار معلين دا شكرا شازني التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس عبدالفتاح السيسي بجهود رئيس الوزراء بريطاني بوعس جونسون خلال فترة ولاياته لإحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات وخلال اتصال انتلقاء من رئيس الوزراء البريطاني أكد رئيس السيسي تطلع مصر الاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل من جانبه أكد جونسون أن مصر تحت قيادة رئيس السيسي تعد شريكا مهما لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الإفريقية أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ترصيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركيزة أساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع مستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الأمنية تود جيل واك الذي سلمه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفاكير تضمن التطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جنوب السودان فضلا عن العلاقات الثنائية وشدد رئيس السيسي خلال اللقاء على عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان فضلا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري نمى في العام الجاري بنسبة 6.6% وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمدينة العالمين الجديدة أكد مدبولي أن ذلك هو أعلى معدل وصلت إليه الدولة رغم الأزمات التي تلاحق العالم الاقتصادي مشيرا إلى أن الدولة كانت تتوقع أن تنهي العام بارتفاع 6.1% وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة موضحا أن العام الجاري سيتخطى فيه عدد المواليد مليوني مولود جديد وأضف مدبولي أن الدولة قررت إضافة 100 جنيه على بطاقات التنوين تبارا من أول سبتمبر المقبل قال الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي أن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ بلاده بسبب أسعار الغاز العالية جدا وأشر زيلنسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3.300 دولار لكل ألف متر مكعب وأكد رئيس الأوكراني لمواطني بلاده أن سلطات كييف تحاول بدل قصارة جهدها لتخضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل في ظل هذه الظروف وصلت السانيتر مارشا بلاكبرن النائبة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى تايوان مساء الخميس لتصبح رابع شخصية سياسية أمريكية تزور الجزيرة هذا الشهر وكتبت بلاكبرن على حسابها في موقع تويتر إن موقف الولايات المتحدة سيظل ثابتا في الحفاظ على الحرية في جميع أنحاء العالم وأنها لن تتسامح مع الجهود المبدولة لتقويد أمن الخلفاء ومن جانبها عربت وزارة الخارجية التايوانية عن امتنانها لأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين أظهروا دعمهم القوي والتزامهم تجاه تايوان قالت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هاليكوبتر عسكرية ومعدات ذات صلة إلى أستراليا بتكلفة تقدر بنحو مليار وتسعمائة وخمسين مليون دولار وأضاف البانتاغون أن أستراليا طلبت شراء أربعين طائرة هاليكوبتر وفي مايو الماضي وافقت الخارجية الأمريكية على بيع قاضفات صواريخ متنقلة إلى أستراليا إلى جانب العديد من مبيعات الأسلحة التي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات ومئة مليون دولار إلى الخلفاء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البانتاغون أنها مستعدة بشكل كامل لحماية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إقامتها في الثامن من نوفمبر المقبل من التدخل والنفوذ الأجنبيين وأكد قائد وحدات الحماية من الهجمات الإلكترونية ومدير وكالة الأمن القومي الجنرال بول ناكسوني في بيانا صحفي أن كافة المؤسسات الدفاعية والأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بالسرعة المطلوبة ووحدة الجهود ضد أي عدوان خارجي يمكن أن يستهدف تقويد المؤسسات الديمقراطية الأمريكية